السلام عليكم إخوة الأخوات فيديو جديد اليوم هي السبت كما كتشوفوا حالة الطقس جميل هات الصباح ولكن ان شاء الله في البريميدية سيطح الشتاق و ستتواصل الشتاق على حسب الأرصاد الجوية قالوا بأنها ستتواصل من اليوم في العشية ان شاء الله وغدى الحد وثلاثة 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 وخميس يعني تقريبا واحد الأسبوع دية الشتاق ان شاء الله ودرجات الحرارة قد كينا 24 درجة والساعة السابعة وثلاثة دقيق كمتزاف الإخوات التي تسولوني على لاج على السن ديال الهجرة تقول لك شناوال حد يعني الحد الأقصى ديال الهجرة والحد الأدنى شوف أبارتير من من 18 عام يمكن لك أنك تهاجر للكندا وتكمل 18 عام عندك الحق أنك تهاجر للكندا ومن يمكنك توصل 47 عام إذا تدافع ومن يمكنك توصيل النقاط التي تحصل عليهم على حسب السن كنعرفوا بأن هذا البرنامج يمكنك توصيل النقاط ومن يمكنك توصيل النقاط على اللغة ماذا تنقاط على اللغة إذا كانت عندك الفرنسية أو الإنجليزية كنت تأخذ نقاط كثير كنت تأخذ النقاط على زوج لا يوجد بشكل سيليباتير إذا كان لديك أولاد كثير من أحد مزوج و لا يوجد أولاد تأخذ النقاط على السن السن تأخذ علي النقاط كلما تأخذ النقاط أكثر تأخذ النقاط على الديبلوم تأخذ النقاط على النبو المدراسة مستوى الدراسي كل شيء تأخذ علي النقاط إذا طرح الناب كافية م Rosa تأخذ النقاط عنه السن حول الشتeres تأخذ النقاط بالنسبةうわتبر DO كل حاية تمافي نهاية من هذا المنش donation من 18 عام لديك الحق انك تسافر و من 47 عام لديك النقاط في انتري اكس بريس و على 53 عام يقولون انهم يستغنون عليك لك ان تهاجر إلا في حالة الضرورة الى ما يلقوا الشيء واحد يخدمني يوم هذه الخدمة هنا في كندا و انت دافع الشركة والشركة تدفع طلاب للدولة كتقول لهم انني لقيت واحد عامل او موظف في المغرب او في الجزائر او في تونس او موريطانيا او في مجاب الله كتقول لهم انني لقيت واحد و ما لقيتش اللي غادي يخدم لي اهنا هذه الخدمة في كندا اذورا غادي يتعاقد معه الدولة كتعطيها الاوكي كتقول اوكي يصابك التعاقد مع ذلك السيد اللي عنده 53 عام والفوق و يجي يخدم و لكن 53 عام والفوق سيكون مستغنين عليهم إلا قلت لكم في حالة لا يلقوا الشيء واحد يخدم لهم ذلك الخدمة لانهما تقول لك 53 عام سافر الانسان سيكون الجهد مبقى كما ترى هذا السينجاب منوع لك انك تشدق او تعطيه الماكلة او تضربه سيكون تحاكم ايه تحاكم على السينجاب الناس مربين المشاش هنا يجريون عليها يجريون الخضراء في الدار و لكن يغرس الخضراء في الدار او يغرس شيئا هذا السينجاب يحفر يخصر لك ذلك الارض لانها في فضولة شوية الناس مربين المشاش و يتلقوهم في جردة في الليل او في الصباح بكري و يجريون على هذا السينجاب و لكن لا تلقى المشاش و يجريون في الزنق او الكلاب يجريون في الزنق او الداري يلعبون في الزنق هذا الشيء لا يوجد لا تسمعون ان الناس مربين المشاش و يتلقوهم و يجريون دنيا كلها مشاش لا لا يوجد شيئا و يجريونه يجريكم على خير هذه كانت فائدة بالنسبة للسن ان شاء الله و ملتقنا في فيديو اخر بحول الله يا الله السلام عليكم اشتركوا في القناة